السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الانجليش جيك وصفة سهلة وحلوة وبسيطة ان شاء الله تعجبكم تابعوا معي الفيديو ان شاء الله تستفادوا يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمقادير معايا كوباية وربع من الدقيق عليهم كده زره من الملح نص معلقة كبيرة من البيكنج بودر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا على الحبيب طول ما احنا في المطبخ نوحد الله نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معايا كده بطين كبار عليهم كوباية إلا ربع من السكر بسم الله الرحمن الرحيم معايا كوباية إلا ربع من المياه هحط هنا زره كده من روح البرتقون هي مش هتكون زهرة قوي بس برضو هديله نجهة لو انت مش عايزة تحطيها متحطيهاش ممكن تستبدل المياه باللبن طبعا معلقة كبيرة من الخل و زره من الفانيليا بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ باقي بالمضرب كده أضرب كل المكونات دي كده مع بعض أنا هقلب كده الأول بالمضرب عشان الديه طبعا بيعفر كده علينا فهجانس كده المكونات وبعد كده هضربها معايا هنا نص كوباية من الزيت النباتي طبعا يفضل إن هو يكون زيت فاتح يعني زيت نضيف عشان الحاجة في الآخر تطلع شكلها حالو هبدأ إني باقي أضرب كده كويس قوي قوي لو ما فيش مضرب قهرابي ممكن تستخدمي المضرب اليدوي عادي صنيت الإنجليش كيك وهحط جواها ورق الزبدة ممكن تتهنيها زيت وتبطنيها بدقيق كله يعني بتدي نفس النتيجة إن شاء الله هبدأ أصب كده خليط الكيكا بتاعتي طبعا ممكن تحشيها أي حاجة تحشيها مكسرات تحشيها زبيب يعني تحطي وانت بتحطي كده العجينة لازم تحطي جواها زبيب أو جواها فواكه مجففة أو مكسرات أو تعمليها سادة زي ما أنا عاملها هي في كل الأحوال بتكون حلوة جدا بسم الله ما شاء الله طبعا أنا بحطها في فرن سبيق التسخين درجة الحرارة الفعلية بتكون مية وتمانين درجة الداخلية تمام وبعد كده تقريبا عشان هي بتبقى عالية شوية فبتفضل في الفرن تقريبا من اربعين دقيقة لخمسة واربعين دقيقة وطبعا الآخر بنختبرها بخلة كده والحاجة عشان نتأكد ان هي استويت من جو الكيكا بتاعتي طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله حلوة جدا اول حاجة اللون بتاعها خطير الطبقة اللي فوق دي بتبقى مقرمشة جدا انا من خمس دقايق بالضبط كنت حطيت الخلة دي في نفس المكان في اعلى منطقة كانت لسه طرية كانت لسه عاجينة طلعت معي عاجين فانت بتسيبيها تكمل في الفرن شوية وبعد خمس دقايق تشوفيها تمام لازم الخلة تطلع نظيفة تماما عشان نتأكد ان هي استويت هبدأ بقى اطلعها عشان نقطعها مع بعض حلوة قوي قوي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الصينية كانت سخنة جدا كنت جيتها تمسكها لقيتها سخنة قوي بسم الله الرحمن الرحيم بزراح اللون خرافة والريح اجمل والتسوية بتاعتها ممتازة هي بس بتتأخر شوية في الفرن عن الكيكا العادية اللي هي الكيكا بالحليب بتاخد نص ساعة معايا لكن الانجليش كيك بياخد ازيت شوية عشان الصينية بتكون عالية فلازم تستوي كويس خطيرة والطبقة الخارجية تحفة اللي بيسألني بقى وبيقولي ان هو بيمشي على الخطوات والمقدير مظبوطة لكن الكيكا ما بترتفعش معايا بعد التسوية يبقى كده ان الفرن بتاعك درجة الحرارة مش مظبوطة لازم تزباطي درجة الحرارة الفعلية للفرن من جو بصوا بقى الانجليش كيك مش هقولي على لونه ورحته التسوية بتاعته ممتازة شوفوا قد ايه من تحت حلوة قوي ولونه خطير وطعم وحلو وطري جدا من جوه الطبقة الخارجية مقرمشة ومن جوه طري جدا جدا طبعا الكيكا معايا بسم الله ما شاء الله طلع نجحة جدا وجميلة ياريت بقى اتجربوا الطريقة بمقاديري وبطريقتي وان شاء الله تكون حلوة قوي معيك وهي طلعة هشة معايا جدا جدا من جوه طريقة قوي قوي طبعا هي لسه سخنة دلوقتي وطلعة هشة قوي 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 من جوه وطريقة بسم الله ما شاء الله مقرمشة من برا حبيبتي لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي واتفع علي الجرس ولو عجبك الفيديو اعمليلي لايك وفي الختام بقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته